انت قادت على التحقيق انه ليش بس هو. مظهر. ليش حاسة انا دياب مش سعد الحريري مش كسر. حاسة عبوين عبتحكي عمين بدك تقول. هلا هلا. هلا لاك شو. برؤسة الحكومة في واحد ممكن يكون بيعرف. اللي هو تمام السلام. بيقول عباس ابراهيم انه هو بلغوه. بالرسالة اللي على اساسها متدهي على المشنوق. بس مانا موجودة. الفرق عند المشنوق انه في حدا بيحبه بالداخلية. احتفظ فيها للورقة علما انه مكتوب عليها للتلف. قولنا محبين كتاريا. اه. فبقى بنحكي لأموره متل ما هي. هلا. المشكلة انه عباس ابراهيم ما عم ينزل على التحقيق. لا ينسأل هالاسئلة. ما نعطى اذن. لا اه. يعني عمش كشاهد. كمشتبه. كمشتبه فيه. لا يوجد يقول انه انا خبرت فلان وفلان وفلان. الكلام اللي قاله على الاعلام. ما انا هيدا اللي بدي اصار له انه اليوم في استدعاءات. اه. كانت تستكمل لو صار في تجاوب. هذا الاساس. هذا الاساس. هذا الاساس. لا ما ضروري وقفه. فكرة. هلا هو كمان صار يعني. ما ضروري وقفه. طماما. ما ضروري وقفه. بس ما ما عم بيروحه اصلا. اه. ما عم بيروحه اصلا. هلا هو المشنومة طلب برا. هلا اصار فيه. هني فيه. عندهم صار سلطة الطبقة الحاكمة. انه عندهم ارتياب. انه هذا التحقيق عم بيستخدم لتصفيتنا واغتيالنا معنويا. اه. اه. وفيه بتصير بتعرف انت فيه شخصيات معينة بكون عندها ارتباطات وتشبيكات معينة. باللحظة اللي بتم استدعاءها بجريمي من هيدا ما بتعتبر بانه بالبرانويا اللي ممكن يكون عندها. انه انا نرفع السقف الغطع عني. طلعت ورقته. اه. احترقت ورقته. فهذا اللي عم بيعمل. وهون تصير فيه طاقته حاطم. هو شو اللي بيجمع. بس قبل ما نكمل على الفكرة. خلينا بس نوضح الشغلة بأسماء تانيين. بينما مثلا بأسماء تانيين مثل اللي نقول جون قهوة جي. اه انا برأيي التحقيق بموضوع الجيش. لأ من ايام فادي صورنا هلا وقلته على نعم. انا ما مفهوم كيف معهم. يعني اه بمحلة معين كل جماعة بدري يعني بيختلف ايام كتير اشي. بس بيتفق معهم بهالنقطة. بانه جون قهوة جي كان لازم يكون موقوف من اول نهار اللي توقفوا فيه للباقية. يقينا. واصلت له مراسلة. اخي قائد جيش. ايجا قالوا لك انه في 1700 طن من نترات الامونيا. بتقول الحب مضيفة ما بدي يوهم. شو الحكي هذا. يعني ها ما بتقطع ولا براس اي انسان. شوف هو هو عبقلك بدك تفصل بين جون قهوة جي وبين الناس اللي هن رؤسة الحكومات السابقين. وموضوع قائد جيش السابق. مش دفاعا مثل ما كنا عم نحن نحكي. لانه بعد نحن اصلا ما بنعرف. ليه بس استجوبه بالمرة الاولى. صح. ليه بس رجع طلب كميل ظاهر اللي كان عنده جلسة اليوم ووجلت اللي هو مدير الاستخبارات السابق. لانه كان تبلغ طارق البطار طلب رد. 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 صح. شو كان بده يصير. هو اللي صار انه استدعي على التحقيق. ورجع عمل مقارنات لانه بين حديثه. بين افاداته. بين افادة قائد المخابرات السابق. وع اساسة كان بده ياخد قراره. هل كان راح ياخد قرار بالتوقيف او بعدم التوقيف. انا ما حدا مننا بيعرف بس ما. متل ما كنا عم نقول تاني. كون اناعة كاملة عن. زمي عن الشغل. لوان بده يوصل. بده كان تشوف انه بالاخر بس يطلع القرار الظني. يعني شو هون 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 في مشكل. قائد. قائد. قائد الجيش. ايام فادي صوان. كان في. كان يتأخر كتير حتى يعني عفكرة فادي صوان كمان لما بعط وراء لجون اهواجة. بوقتهم وراء اه خلعوا الارتياب. وبعدين ح حتى لايك راح اقول لك ومش ضروري يكون هو هاتبع هيدا الاسلوب. بس اه احيان في مقاربات معينة يعني اه بالقضاء او بالشخص اللي عبي حقيق. يمكن بيعتبر انه هو في طريقة اسلى من طريقة اخرى لتوصل لمحل يعني ويمكن بمحل يمكن بيكون عندك اه من جوة. وانا عب حلل هون يمكن انه انه انت لما بطريقة معينة ازا هيدا الشخص ما في شي بيستدعي توقيفه هلأ. ممكن تستمع له وتستكمل التحقيق وهو بره. بتكون عب تبعت رسالة يمكن انه انا مش معناتها كلمة حدا وقف قدامي بدي بدي وقفه. بغض النظر. بغض النظر. سأل تحديدا. المقاربات. انه اوكي في كتير فرضيات لليش استدعاهو وما استدعاهو. في كتير فرضيات. مين هو. انت بتحكي عن عن سعد الحريري وهو دي ما في استدعيون. لا لا لا. عم بحكي عن جهات عاملية. يعني انه في. مش ما في استدعيون ما في منطق بي استدعيون. فيقول جوزاف عون. اوكي بس المنطق كمان بمنطقة تحقيق بس شغلة. المدير. شو اسمه بمرفق بيروت. سام حسان. البلجيش. الموقوف. طيب توني سلوم. موقوف. طيب توني سلوم هل بلق قيادة الجيش? ما ارأت. اذا بلق قيادة الجيش. طيب ما هدا موقوف. انت اليوم لما توقع. او لما بدك تشير عن حالك المسئولية. متل ما صار بمحلات كتير تلك. انه قولوا لا ما بلق. لا. غير هيك. مسلا. شو اسمه اللي توقف جوزاف الندف بأمن الدولة. طيب لي قال خي لا لا فادي صوان ولا طارق. البطار. انه انا بعثت لطوني صليبا. وقلت له انه في واحد اثنين ثلاثين. اخلي سبيله. والدعي على طوني صليبا. طيب موضوع قائد الجيش الحالي. مثلا هيده. طيب ما المسئول عن مرفق بيروت. طوني سلوم. طوني سلوم. اللي هو موقوف. طيب ما نسأل هيدا السؤال. انه هل انت بلغت. واذا بلغت هل مثبت هيدا التبليغ. يعني باعت مراسلة لقيادة الجيش. في شي. هو قال لا لانه هو ما بيعرف. طيب لا المقصد اليوم. ما بيعرف اذا بلغ. لا ما بيعرف انه في نترات امونيوم. بس ما هذا. يعني المقصد. 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 هو مسئول بالمرفق. اي. مسئول الامن. مسئول الامن بور بيروت. انا ما كان عارف انه في نترات اعلى. اللي قبل منه ما بلغ. وبالتالي بموضوع جوزاف عون. طب انت اليوم بس قصت انه بده يدعي عليه لانه قائد جيش. وتيشوف. تيفرجي للناس انه ما فيه خطوط حمر. طب ما هالشخص المسئول اللي بمرفق بيروت. طوني سلوم. عبيقول انه انا ما بلغت قياتي. انا ما كنت ب بس انا عمزيد شغلي على ما بتقوله. اذا نحنا وقتا نشتغل كحياة استقصائية يعني لا فينا نحاكم حدا بنحط حدا بالحبس وكذا. بنعمل استراتيجية بكيف واحد بيعمل مواجهاته. بعمل ها قبل ها. لان ها في خبر ها. ها ازا عملت معهم مواجهة معقول يعطيني دليل اكبر على ها في يواجهه بطريقة اكبر. مية بالمية. لهيك عابلك. انا ما بسمح لحد. بعد ما بعرف يعني. بعد ما خلص. مية بالمية. لهيك عابلك حتى بالشقة الخارجي. ما بيقدر واحد عدا هاي الا اعتبارات اللي حكيناها يجي يقول انه انه اشتغل او ما اشتغل بدون ما يكون وصل الزنم الى نتيجة. وانتبه هني مش بس هاك. هني بدون اياهون اياه يشتغل كل هول وعب يقولولوا ليش عبتأخر بالقرار الظنة يعني. في شي سوريالي. بس كمان شغلة. في محل بيصير الشعور بشي قالوا شوية رياض عن قصة المنظومة والعفن عم يجربوا انه ممنوع الدق بها انه كل مشكلة الانفجار مش انه في منظومة. مع انه هني بقلوها بالحكي. بس بيصير السؤال نحن بعدنا بمرحلة التحقيق. بدي يطلع عنه قرار ظنة. تيروح على المحكم العدلية. يعني نحن بعد هذا القاضي ما فيه خط حدا بالحبس. ما فيه محاكمات لاحقة. فيه وقف. والمجلس فيه وقف. بس ما فيه يحكم علىه. لانه هني بيعتلوا هم انه قرار مجلس عدلي مبرام. بس ما هي. بس ما هي. لانه المحاكمات اللاحقة بالمجلس العدلي كمان فيه القطور بكذا طريقة. هني بكل بساطة. يعني هني مش هلقدي مباشر انه راح يحكم. لا مش. ام بقلك الخوف هو من فكرة. نرجع لك الفكرة الاساسية. انت اللي بتحبتها من التحقيقات الاستخصائية. لا الفكرة الاساسية. هني بالنسبة لقالهم مفروض يكونوا انت تشغل. هيدا بيدرب لهم عمود من عواميد الحكم عندهم. اللي هو شو. انك انت ما مفروض انت القاضي بيستقبلك عنده بالمكتب. عفنجان قهوة. بس انت ما بتتجرأ بانك تدعي عليه. همش وادة. لانه هاي بتضرب. لا. بتضرب المنظومة المفيوزية كلية. اذا بلشنا بهذا. بعدان من روحة التام. شنك هلقص تقرأ قال. يعني بيطلع اعلمين من هول محسوبين على المحور. انه 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 على القاضي انه يركز يشوف مين جاب النيترات. بدل التلهي. لك كيف يكتبوها بأي استخفاف. بدل التلهي. عساس هو تفصيل سخيف يعني. عساس انه تترك 6700 طن. او الاقل ما بعرف قده كان موجود. على بور بيروت لمدة 6 سنين. هدا شي طبيعي. والاحلى من هك. لما بيجيروا يتحججوا يتزرعوا بانه هي كانت. نحنا ما قدرنا نشيلها لانه نزلت بأمر قضائي. بصرف النظر ان هاي معجومة خاطئة. ضل الإعلام فيها كتير. وقرار رجائي بيقدروا كان بأي لحظة يغيروه. قرار. رجائي. يعني هو هدا شي دولي طلبت منه للقاضي. انه بدي نزل لبضاع. قاضي رخص لتنزل لبضاع. يعني بناء على طلب الدولة. بناء على طلب وكان فين نقلوهم اي محل تاني بدون ما يخبروا القاضي. هو هني حطهم. دولة دولة. عشان هيك هلا بيقولوا ليش ما بوقف القضاة اللي هنا. هو على فكرة حتى حتى هاي المميح بطار البطار انه بعث للنياب العام التميزي وقال لهم ان اتخاذ ما طرونه هو مناسبا بقضاة المعنيين بهذا الملك. عشان يحرق لهم هالحش. هو دع على ثلاث قضاة. مش دع. هو حول للنياب العام. لا بس هو بعث. اتخاذ ما طرونه هو مناسبا. بس بعتقد بص انه اتدع عليهم او اشتبه فيهم. لا مش لدي تخاذ ما طرونها وناسبة من موضوع الان بيحولون او لأي قضاء. اي 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 اي. بس بس اتدع عليهم او اشتبه فيهم يعني. انه حولوا المجموعة. بس انه الفكرة بانه هو يعني في هالنقطة طالة بيطار حرق لهم هالورقة اللي دائما بيحكوا فيها على القضاء. بس انه بلزة انه بيحكوا انه ما كانوا يعملوا قدرانين يعملوا شي بحجة انه ساعة بلولة كان بحجة قضاءه وحجة قضاءه وحجة قضاءه وهي مش قامل قضاءه انه قرار رجائه. بس صاروا غيرين اتناموا حقاية عدلة. اذا ما واحد وبطريقهم وكرسحوا التاني هلأ. خلص. لا لا بقصد 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 ما فيهم. مش شرط لا. ما فيهم. يشيروا الميترات الامونيوم لا بحجة تحجز قضاءه على السفينة وشي سمتان يسموه امر قضاءه بس صاروا بعين محقاية عدلة وكرسحين التاني.